هلا احنا هون بدنا نعرف كيف ننتخلص من هاي النفايات والسلبة لانتنا راكمها مسل مشكلة كثير كثير صعبة راح تعمل لعنا مشاكل بيئية احنا ومشكلها ابدا كيف ننتخلص منها في عنا عدة طرق اول طريقة اللي هي المكاب المكشوفة اثنين طمر الصحي ثلاث انا حارق واربعة التحلل الحيوي نيجي لأول طريقة اللي هي المكاب المكشوفة راح نوخد مسل ميزة وسلبية لكل مكاب من المكبات تمام هاي التحلل طبعا قديمة تستخدم في التجمعات السكنية الصغيرة في الاحياء يعني ميز الصغيرة هون بتم تجميع النفايات بشكل الاكوام في اماكن مهجورة يعني مش بين السكان وبيتم حرقها بين فترة وثانية وتثبيتها يعني بتمشي عليها هيك زي الجرافة وبتسويها بالارض يعني عشان ترجع تستوعب مرة ثانية نفايات طبعا هاي من ضمن سلبياتها صحيحنا بتتخلص من النفايات لكنها راح تطلع عندي كمية كميرة من الملوثات للغلافة الجوي ونفس الوقت راح تكون مكان كثير كويس للجرادين للحشرات فيه إلها سلبياتها نيجي هلأ للطريقة الثانية اللي هي الطمر الصحي هون ركزوا معي رجاء في هاي النقطة شوفوا كيف نحفر حفرة كثير كبيرة تمام في اماكن مهجورة في عنا بالوردن في مكبات عنها من اهمها مكب الغباوي إذا حابين تقرأوا عنه هاد مكب بيستخدم الطمر الصحي وهو عنا بنستفيد منه بصغلات كبيرة نحفر حفرة عميقة طبعا بتكون تحت لازم تكون يأما نوصل لسكون رسالة جدا تمنع التسنرب أو إحنا بنبطنها باسملة مسلح وبلاستيك زي ما إحنا شايفين هيك بنحط فيها كمية كبيرة من الملوثات تمام بتضنغايح أجيه عليه في مدايح الرأس حتى تستوعب كمية كبيرة من النفايات تمام؟ هي بالنسبة لطريقة الطمر الصحي بتتخلص من كمية كبيرة من النفايات لكن في إلها هون مشكلة إنها المشكلة اللي بقي ناتج عنها إنه لما نطمرها وبتضلها فترة طويلة بتتسنرب منها عصارة عصارة اللي هي مثل المادة السائلة اللي بتبقى من النفايات كليتنا بنعرفها هاي العصار رح تتسنرب لوين للمياه الجوفية وبالتالي رح تعمل على تلوثها ترجمة نانسي قنقر